طيب وصير هذا شيء اللي قام طيب انتي حاولت الآن احاولت شيء هكذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام الأكمل الهتمان على نبي الهدى وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين لك الحمد ربنا حمدا كثيرا ضيبا مباركا فيه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هدانا إنسا وجنا فله الحمد معشر الجني أسلمتم لله جل وعلا وأطعتم الله سبحانه وتعالى فقول الحمد لله اللهم لك الحمد ذكرتم أمورا عظيمة وكبيرة وكثيرة تجلت في تعطيل خطبة وزواج وأذية وأسحار وعدوان وظلم وانتقام وعشت بالليل والنهار فسخر الله ملكة من ملوك الجان أسلمت لله تعالى ولم تعد تسكن البدل بل تأتي كي تقدم خدمة وكي تأخذ بيد الجان إلى طريق الله عز وجل فجزاها الله خيرا وهذا عين الحقيقة رأيناها رائعين ليست من الخيال وليست من ضرب التمثيل ولكنها حقيقة نعيشها فلله الحمد والمنى فالأسحار تلاشت والظلم تلاشا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا طيب ما معي أنا فاطمة والملك لله طيب أنت ملكة تكلمت البارحة ذكرت فيما ذكرت أنك زوجة ملك مسلم أصبح يعني هو مسلم لم يكن كافر وأنت كنت مسلما لا لم أكن على دين الإسلام وهو كان مسلم هو مسلم أبن عن جد من عبود سيدنا إبراهون طيب يعني الحمد لله هو مسلم وأنت لم تكون مسلمة ومن الله عليك فأسلمت ولله الحمد والمنى وقلت بعد الله جل وعلا أنها كانت سببا في إسلامك واشتهلت في طاعة الله تعالى في الصلاة والصيام في الصلاة والقيام وذكر وقرآن وقلت أنها تعرضت لسحر قديم تعرضت لسحر قديم لشدات والتفرقة نعم عن إثره دخل الجن الخادم نعم وأصبح عاشقا لمدة عشر سنوات عاشقا لمدة عشر سنوات في هذه السنوات يؤذي نعم ويعتدي نعم محبة فالناس يحبونها ليس هو السبب لأنه يجعل الرجال يحبونها هم الرجال حتى لو كانوا يريدونها للزواج والخطبة والحلال يأتون فيبعدهم عاشق مثل ما قال البارحة نعم قال يبكرون الكلمة الملعونة وهي الزواج نعم يقول نعم قال هكذا قال تلك الكلمة الملعونة أي الزواج قالوا إذا لا قال بهذا المعنى لا أريد أن تكون لآخر نعم أن تبقى له وحده طيب وكان صراع بينك وبينه وبفضل الله كنا كذلك حكما ونستشهد له بالآي حتى أنه قال قد قالت سوف تأتي إلى فلان تقصد لي وسوف يفحبك بالقرآن وما كانه إلا أن أذعن وأسلم لله سبحانه وتعالى هذا فضل الله بفضل الله إذن لك الأجر العظيم بذلك الله وكذلك الأجر يا شيخ نصد الله أن يكتبه خيرا وجزاء الله كاملا تأمن بفضل الله أنت وزوجك حمد لله بذلك الله خيرا طيب إذن بإذن الله تعالى تبين حقيقة أن هذه السيدة هذه الفتاة تعرى هذه الشابة تعرض لسحر عظيم وكان يؤذيها حقيقة تعرفنا على السحر في الأول كان يتوارى نعم ويختلف نعم بداية نسامحيني ماذا كان دورك أنت في الغسد قبل إسا قبل إسا قبل إسا أنا دخلت لم أدخل قط كنت لأننا نرحل من الجن الطيار نعم وكنت وكنت دخلت لم أدخل كنت أدور حولها عن طريق عين طيب فكانت تعاني من عين شديدة وحسد كبير في العمل في المنزل الذين كانوا اقترون فيه قديما فكانت محطة الأنظار الكيف ولماذا وكل الأسئلة وكل الأصابع تشار إليها ولا يعرفون أن هذه المخلوقة مسكينة تشتغل وتثعب وبارة بوالديها وبإخوتها فكنت على ضرارة وكنت على جهد كنت أميرة مالك طيب السؤال كنت حينها أميرة زوجة مالك لا لما كنت زوجة مالك كنت أميرة حينها وذدينا مملكتنا وكننا نعتنق اليغربي طيب طيب السر الذي جعلك تحومين حولها هو العين العين فقط العين فقط طيب أريد توضيحا وتصويرا أنت كنت معيدة عنها فكيف رأيت الناس ينظرون حتى التعليق بهذا الجسد هناك بؤرة عندما ينظر شخص ولا يسمي بالله ولا يذكر اسم الله فنحن معشر الجن نرى هذه الأشعة ونرى هذه الدائرة التي ممكن أن ندخل فيها إلى الجسد هذا إذا أذن الله سبحانه وتعالى لأنه كما قيل في القرآن قال الله سبحانه وتعالى ما مضررون بشيء إلا في إذنك الله مضررون بحبا فأنا دخلت عن طريق العين والله يسامحني والآن مسلمة والإسلام كما قلت لك يا شيخ البارحة الإسلام يجب ما قبله نعم الإسلام يجب ما قبله ويهدم ما قبله ولله الحمد عنه ويجعل السيئات حسنات ولله الحمد منه طيب البارحة كان الأمر عظيم وكانت الجلسة مليئة بالأخذ والرد والطرف الحائط ويعني كانت حركات وكتشمجات هذه حركات تعرف عندما يكون الإنسان يائسا الإنسان نتكلم عن الإنس والجن لأنهم من عباد الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فعندما يكون العبد يائسا فإنه يقوم بأشياء غير مفهومة يتخبط ويقول ممكن أن يرمي بنفسه للتهلكة ويقول هذا أفعله بعد الطوفان قالها قال الموت وألا أخرج منها يعني أعشقها قال هي الجنة قلت لك كنته رغب في الجنة يقول هي جنتي إذا خرجت الموت سبحان الله نعم ولا يعرف نعيم الجنة نعم ولا يعرف النعيم الذي يمكن أن يتلدد به الإنسان لمجرد السماع بهذه الكلمة فما ذلك إذا عاشها وإذا تمسك بالعروة الوثقة وإذا تمسك بالحين الحميم طيب أنت مسلمة وسميت نفسك فاطمة الزهراء تيمنا بإسم الإبنة الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرك الله نعم هذا الجنة كان ماردا كان عنيدا هو من المردى وكان مارد شيطان ماسوني نعم وهكذا ولكن لا أريد أن أقول هذا الكلام لأنه أسلم طيب جيد وكان يريد أن يرفع رمزة قرن الشيطان وما فما استطاع لا ما استطاع لماذا؟ سلط عليه جنودي نعم كان يقول كسروا يذا نعم كانت الأصادع تفكرنا مكسورة سبحان الله وقل لا أستطيع أن أرفع رمزة الشيطان يقول ماذا حل بي ماذا وقع لي إذن أنتم كانوا يمنعوا محينها نعم سبحان الله نعلوا كلمة الحق نعم لماذا يرفع؟ وهذا رأيته بأم عيني حتى لا يقول إنسانا أنه وهم أو توهم أو أنه خرافة هذه الكلمات نعرفها لكن نحن نريد أن نقفع الحقيقة لأنفسنا ولغيرنا فهذا العلم طيب إذن ما شاء الله أنت سكنت لم تسكن لا تسكن الجسد وإنما نفذ ودخلت من أجل أن تخلصيه من الأذية طبعا لأن كيف ما شرحت لك البارحة يا شيخ أنا مملكتي كانت معتنقة لليهودية كنت أميرة ولكن الزوجة أبو كسلي زوجي كان أميرا مسلما فكان يحثني دائما على دخول الإسلام كي نستطيع الزواج فكنت أضرب بكلامه عرض الحائط وعندما أتى الموعد الذي أراد الله سبحانه وتعالى ذهبنا عند راقي فكانت ذهب عند راقي في العشر الأواخر من رمضان هناك يعني كنا ضعفاء حتى ولكننا أمراء جبابر سلاطين ملوك فإننا نضعف في هذا الشهر فالكل مكبل ولا نستطيع لأن نور الله سبحانه وتعالى هذا الشهر خاصه الله بميزة كبيرة بميزة يضلب فيها الشياطين ويعمر الأرض بالإيمان وبالقوة فضعفت كان قد خرج الجن العاشق خوفاً عند الراقي الأول ولكني أنا لم أرد الخروج فكنت أتعند نظراً لأنني أميرة وكيف لراق وإنسي أن يقوم بهذا الشيء معي وكيف لكلام يأتي ويذكر غير التوراث يهز قلبي ويحرقني سبحانه الله نعم ف ف ف لم أرد لم أرد أن أدخل الإسلام ولكن بعد ذلك قلت له قبل العشر الأواخر في اللقية سوف أخرج خرجت وهناك بقيت جارسة واحدة قابعة أتأمل وأقول هذا الدين الذي الذي ينير القلب وهذه الكلمات التي تحرق لماذا لا تستطيع أن تكون لنا نوراً كنا كنا نسترق السمع فعرفنا أنها ستكون لهذا شأن وعلم الغيب عند الله ف فقلت ماذا بي لماذا فعلت هذا ربما كان هذا شيء ندمت عليه ولكن قلت لأنه شيء سيء ممكن ممكن شر لشيء حسن يعني أنا دخلت عن طريق عين لكي أساعدها في مبعث أبطال الأسحار وتعيش في سعادة بإذن الله وهي تساعدني وقومي من الضلالة وعذاب السعيد وكيف قلت أنك أنت من أرشدتها إلى العدوم إلى هذا المكان؟ جعل أصلاً هي كانت تريد أن تأتي منذ ست سنوات أو خلص محمد الله ولم تشعر إرادة الله أو ظروف أو يمكن أن يكون الجني خادم السحر والذي كان يسئل في العراقي فكانت تكلم ويقولون له هذا الرقم غد فذهبت عند اللاقي الثاني وبقيت عنده لمدة سنتين أو ثلاث سنوات فكان هذا في رمضان أو في شعبان أو رمضان كان ضعف لذلك ظهر وخوف أن أعلن أنه سوف يخرج من الجسد ولن يعود فبعد شوال أظن أنه في ذي الحجة أتنت لها لكي أعتذر لأنني كنت سبباً في جزءاً من الأسباب في التفرق بينها وبين الشخص الذي يريد أن يتقدم الازدواج منها هذا لم يسح به ولكن هذا في نيته فجئت إليها لكي أطلب السماحة وألتمس العبر على كل شيء فعلته وأنني قد أسلمت وعرفتها بأنني كنت أميرة وأنني حكيت لها كل شيء هي في الأول خافت ولكن سبحان الله قلبها الطيب ساعني ومسامحة فعرفت في هذا الوقت أنها مؤمنة صالحة لأن المؤمن هو الذي يسامح فسامحتني فأخذت عهداً على نفسي أمام الله أن أساعدها وأبطل أصحار وحدت أصحار كانت معمولة لها في العمل كنا نبطلها بإذن الله طيب جيد وبعد هذا يعني لأن العاشق قال لي هي أنك أنت فاطمة قلت له سوف نأتي إلى الشيخ نعيم وحينها سوف تكون الرؤية والتخلص منك في جهستين أو أكثر كنت أناظره يا شيخ نعم كنت أبعث إليه بالفقهاء عندنا لأننا عندنا فقهاء نعم يتلون الذكر ويعطينا الفتاوي مسلمون فكنت أحاوره وأماظره وهو لا يصغي ولا يسمى فقلت لو سوف نذهب عند الشيخ نعيم وعندها سترى فكنت أدعوها كل ليلة وكل يوم تنصد إلى الرقية وإلى كيف تحاور الجان وكيف تنصحه ولا تريد به الأدية وكنت أدعوه يسمى فيبكي فيبكي من خلال المقاطع على اليوتيوب جزاك الله أكبر أمين بإذن الله بإذن الله الحمد لله البارحة كنت في حال واليوم في حال دواب الحال من المحال يا شيخ بس بقى بس الله يثبتنا على الخير نعم أسأل الحمد لله على كل حال وعوذ بالله من حياة النار نعم طيب البارحة كنت تقول أنها هي جنتك ونارك وأنك لا تستطيع أن تفارقها نعم والآن أسلمت لله تعالى هل ذوقت طعم الإيمان؟ أنا أعوذ بالله من قولة أنا النبي كان يقول أنا عبد المطلب أنا النبي ونكذر ولكن الشيطان كذلك كان يقول أنا وهذا الشيطان هو الذي جاء غواني إنسان يقول هذا دون تلك الأن التي في النفس ودون علو على خلق الله تعالى هذا لا إثم فيها ولا دير شر لا طبعاً دخلت عن طريق سحر وأبطلته الملكة ساعدتها فكانت فكانت تساعدها كل الوقت بقيت في هذا الشتب قابعاً مختبئاً متوارياً أتغدى على هذا السحر الذي كان يقويني والعين فعشر سنوات من الضم والطغيان وهذه المسكينة كانت تصبر وتقول لماذا وأنا أضحك تقول لماذا وأنا أستهزئ تقول ماذا حصل لماذا كنت أقول الله يحاق تلك الكلمة الملعونة الزواج نعم سميت الكلمة الملعونة لأن الشخص الذي لأنه نعرف أن الزواج بين الجن والإنس غير وارد وحرام وغير مشروع سبحان الله تعرفنا أعرفها الآن فبالنسبة لي عندما يأتي إنسياً لطلب يدها أو يقول كلمة مجرد أنه كلمة زواج أو مجرد أنني أحس في نفسه أنه يريدها في الحلال فأواظب لو كان في الحرام أنت تساهل الطريقة نعم وتعبدها لو كان في الحرام تعبد الأمور طبعا طبعا في الحرام لا يوجد أي بالنسبة لأي شيطان ثاني أو أي عاشق بالنسبة له ستذهب للحرام والرديلة وفي الآخر ستكون له نعم شدقت فهذا هو هذه هي الحقيقة واستمعت وانصرت إلى صورة يوسف وقرأتها قرأتها هي لأنني أنا إلى غاية البارحة أبدا لم ألمس قرآن أبدا لم كنت أسمعها ترى وتقرأ وتختم القرآن وخصوصا بعد مساعدة الملكة لها بعد أن أسلمت فكانت لا تتأ تقرأ القرآن والدعوات والذكر وتستغفر الله وتقوم بالعبادات فهي كانت شخص طيب ونقي القلب ولكن زادت تعبدا وزادت إيمانا وزادت تمسكا بدين الإسلام بعدما كانت ترشدها هذه الملكة فأنا كنت أضعف يوما عن يوم بقراءة القرآن والاستغفار وقراءة القرآن البارحة استمعت إلى هذه الآية أهل الصور التي كان سيدنا يوسف غض النظر وأبأ لا أن نقوم بالفاحشة والرذيلة لأن الله سبحانه وتعالى لا يريدها سبحان الله فهذا كل ما في الأمر يا شيخ سبحان الله وبارحة قلت لك كذلك أنني سجنت لما قلت لك أنك كنت أسيرا كنت أسيرا وكانوا يطعمونني وقلت لك الله عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخرف من ربنا يوما عبوسا طريرا فبقاهم الله شر ذلك اليوم ونقاهم نظرة وصرورا منهم الأسير حذي النبي صلى الله عليه وسلم وأخرق المؤمنين حتى بالأسرة أن لا يسير إليهم وأن يطعموهم وأن يعلموهم لعلهم يتأسوا ويهتدوا وأتهتديت الحمد لله الحمد لله كانوا يطعمون أن يكونوا يحسنون صحيح كنت أسيرا ولكن كانوا يطعموني يأتي الوقت الذي يجب في إطعامي فيطعموني فكنت مكبلا نعم مكبلا بالآيات الكرسي ومعوذتان الحمد لله يعني مسك الجند المسلم وجعلوك أسيرا مقيدة لكن يطعمونك ويحسن إليك فقط أن لا تؤذيها لا وبعدها تأثرت بالإسلام لكن كنت مع ذلك متمردا كنت متمردا إلى البال حفظ الله تعالى أهتديت وإلى الحمد لا أكون أعرف لأنني كنت مثل الضال وهذه أخلق الإسلام لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان الأسرة يحسن إليهم ويجعل لهم أحكام خاصة من أجل أنهم لا يعلموا الإسلام فهذا حاربوا وسبحان الله قال النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربهم الأقوام يساقون إلى الجنة إلى الجنة بالسلاسل يكونوا أسرى ثم يهتدوا ثم يدخلوا يدخلوا الجنة سبحان الله فقد ربما يكون الأسير قد قتل صحابيا جليلا ومع ذلك يسلم فيدخل الجنة القاتل المقتول يصبح في الجنة يصبح في الجنة هذه رحمة الله عز وجل حكمة بالغة إذن أنت الآن تشتهد في طاعة الله أتعطي عهدا على أن تشتهد أنت والملكة بفضل الله تعالى نريد خروجا نهائيا لا رجعة بعده سألت أنت طلبت مني الخروج عندما كنت أقوم بالحجامة فقلت لها لا أريد أن أرى أخي في الله وأتكلم معه بعد هذا أحب الآن إن شاء الله خروج قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسوله وعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى وعاهد الله أن لا أظلم أحدا أن لا أظلم أحدا وأن لا أظلم أحدا إن شاء الله تعالى أنا الآن في حيرة نعم وأقول هل سأذهب وأرجع ولكن لي لا أريد الرجوع إلا أن أرجع لأنك ستكون لك عفقة وخلة وصحبة طيبة تدلك على الخير فأنا الآن أقول أقول هل بإمكاني أن تكون دي القوة فالحمد لله أتمنى أن تكون دي القوة تذكر قول الله وتزودوا فإن خير الزاد تقوى والتقوى نعم هيا إن شاء الله أخذنا الآن بإذن الله تعالى لا أعرف من أين يا شيء حاول سواء من يديها أو من قدميها من يديهم أو قدمين هيا بسم الله تعالى تذكر على الله هيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إن الله لا إله إن الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا لا أريض الرشوق الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعصيلا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمmed الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر حاول إن شاء الله عز وجل حيب يعبه الله توالى طيب اللهم حاول الله لا إله إلا هو الحي والقيوم لا تأخذه سنة ولا نور له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهوده حفظهما وهو العلي العظيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقض من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا ورمية يكاد زيتها يضيء ولولا دمس سورا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله من ثابتنا عن حب لله رب العالمين لك الحمد ربي على نعمك اللهم لك الحمد وتم خروج يوسف الذي كان قبلها عاشق يهودين فأصلم أن الله تعالى وسلمنا صلى يوسف من معي الآن؟ من معي؟ من معي؟ تكنم؟ من معي؟ من معي؟ من معي؟ من معي؟ هيا؟ لم أستطع الخروج يا شيخ؟ لم يكذب هو لم يكذب قال لم أستطع الخروج مع أن الحركة تضر أنه خروج لكن ليس خروجا حتى يكون الصنخ بإذن الله عز وجل نعم لو واصل بإذن الله وسيخرج إن شاء الله تعالى شكرا